النهاردة كان فيه انتقادات كثيرة لمحمد شريف على الفرصة بتاعته الانفراد اللي كان بعد الترد وكان يقالي كسباني 2-1 وضيع الانفراد انت مع الانتقادات دي ولا شايف انه عادي انه اي لعب ممكن يضيعه انا شايف ان يعني اللعيب الكرة عمتن ترماء بيوصل وبيضيع اكيد اللي جاي هبقى احسن لكن انا المشكلة في حاجة في شريف شريف بدأ جامد اوي مع النادي الاحلي صحيح كان هدف دوري هدف دوري مع المنتخب وبعد كده الامور ضيع كتير فالناس عايزة دايما تشوف شريف على طول بيجيب جوال طبيعي ده مهاجم الاهلي ده مهاجم الاهلي هو كمان لازم يركز على فكرة هو لازم يركز ولازم يستغل الفرص اللي تيجي هو مهاجم النادي الاهلي انا عايزه يشيله الضغوطات اللي عليها لانه هو خلي بالك اللعب برضو بتتابع السوشيال ميديا فالنهاردة انا كشريف لازم بطولة زيادية لازم اجيب جوال لازم ابقى عندي غيل ان انا اي فرصة تيجي لو جاتلي تلات فرصة اجيب اتنين جاتلي اتنين اجيب واحدة جاتلي اتنين اجيب اتنين انا مهاجم النادي الاهلي فاكيد في انتقادات كتير جدا لانه هما الناس والنقاد والجماهير وكل حاجة عايزة شريفة على طول بيحرز اهداف فهو في استعجال بيحاول لكن انا شايف ان هو لازم يعني يعني يدوس اكتر من كده يركز اكتر من كده فعشان كده الناس بتنتقدوا لكن انا مهاجم الى اتنين انا شايف ان هذا الاهلي محتاج فرد مع محمد شريف صراحة اول حاجة لازم يشد محمد شريف شوية يعني يشد هيخلي محمد شريف مركز اكتر لو شريف النهاردة مش موافق فكان مطش فرد اللي موجود ده تقدر يجيب يجيب جوال انت شفت فيه سنة يعني جيد بتاعنا كان فيه فلابيو كان موجود فيه متعب كان موجود فيه احمد بلال كان موجود فيه اربع فراودة صراح مش واحد وينجو بيلعب فاهم قصدي طب انت النهاردة ناس بتنتقدوا وفي ناس تقولك ايه محمد شريف مش فرد ده وينج هي الناس شايف محمد شريف وينج او فرد خلاص انت لازم تجيب جوال سواء وينج او فرد خلاص انت تحطيت في الحتة دي انك انت انت هدقفل النادي الاهلي انت راس حربة النادي الاهلي مفروض راس حربة منتخب مصر طبعا انا شايف ان الحتة دي لازم النادي الاهلي يلكس فيها كل سؤال طيب